وخلال الاجتماع الاسبوعي استعرض مجلس الوزراء تقريرا حول مرض جدري القردى وما يثار حوله وأسباب انتشاره خلال الفترة الأخيرة وفي هذا الاطار أكد مجلس الوزراء متابعته الوضع الوبائي العالمي بشكل دقيق للغاية مشددا على أن مصر لا يوجد فيها حالات إصابة بمرض جدري القردى ثبتت إيجابيتها كما أوضح مجلس الوزراء أن فيروس جدري القردى لا يدعو للقلق مؤكدا أنه مختلف تماما عن جائحة كورونا كما ثبت من خلال العديد من الدراسات القائمة أن تطعيمات الجدري العادي أثبتت فعليتها بنسبة 85% مع جدري القردى